لازلنا معكم أعزائي المشاهدين من داخل فقرات برنامجنا فكرة لبكرة صباح الخير على عشاق الصحة والجبال صباح الخير على مشاهديننا الكرام في مصر وكل أنحاء الوطن العربي فقرتنا النهاردة يعني غاية في الإبداع والتمييز معنا فنان بدأ مشواره الفني يعني منه عند 11 سنة وإن شاء الله هيمتعنا النهاردة بصوته معنا ومعاكم المطرب والفنان أحمد عبدو صباح الخير يا حمد صباح الخير عليك أخبرك إيه الحمد لله ياريت يا حمد بقى كده تعرفنا بحضرتك أكتر وبزيتك مع مشوارك الفني للسادة مشاهدين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والحقيقة أنا اسم أحمد عثمون عبد الجيد أبو حسن واسم الشهرة المطرب أحمد عبدو واسم أحمد عبدو يعني اختصار جدي الله يرحمه هو عبد الجيد ده هو مش مارك الفني بقى بضعته إزاي أحكي له تمام هو الحقيقة أنا كنت بغني وأنا يعني وأنا عندي قبل 11 سنة زي ما حدقتك بتقول كنت بغني وأنا عندي 4 سنين بالزبط ماشاء الله كنت أبقى رايح مثلا كان فيه الطريق بتاع المعهد بلاينا ندرس في الأزهر معاش راعي وقانون أنت خارج شارع وقانون أه معاش راعي وقانون بلاينا يخليك فكنت بخرج كان فيه مش يعني السكة طويلة كنت أمشي وأقعد دندن فصحابي قالوا لي أنت صوتك حلو كده فمن هنا طبعا يا ريت بقى إحنا عايزين يعني تدينا حاجة بقى من الابدعاتك تمام وفيه عملت أغاني نزلة نزلت على النت وكده يعني فيه غنية عشرة طيبة أو ما هو الورقة كوتشينا نبدأ كده بحاجة حلوة توكل على الله أقول حاجة دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم من صغرنا واحنا بين ابني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الترمننا الهوى زينا من صغرنا واحنا بين ابني عشنا مع بعضنا من حبنا يتعلم الترزينا الهوى مننا وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر وكبرنا والهوى كبر ولا حد في الدنيا قدر يفرقنا ولو للا دي قصتنا قصة طويلة في البعد عشقه في القرب عشقه وزي العسل على قلبها وزي العسل ايه العسل ايه الابدع شكرا شكرا ما عليك بقى على الاغاني اللي متشرت في الجيل اليوم دول الحقيقة انا بحب اغاني عمري جدا وبحب المطرب الاستاذ عمري دياب طبعا حافظ الالقاب الاستاذ عمري دياب يعني قيمة تامر حسني ايهاب توفيق الناس دي وبغني شعبي بس الاغاني بقى اللي هي المحترمة اللي هي الايه ببلاش يعني بغد النظر مهرجانات دي ما احبهاش خالص ما انا بقى انا قصدي على كده ما انا بغد النظر عن الاسماء اللي تعليقك ايه على لا انا ما يعني مش عارف اللفظ يبقى صعب انا ما بعترفش بحاجة اسماء مهرجانات اصلا اه طيب انا دينا بقى حاجة من عمري دياب لو عمري دياب اه امنتك يا حبيبي امانا سلم لي على ليالي هوانا وحشانا اجمل ايام حلفتك بيا وبالغالي رجعني اعيش احلى ليالي على بالي مش عايزة كلام الشوق خلى ليلي طول وبفتك راك ودايما اقول هترجع تاني مش معقول في يوما ينساك وتنساني عن حبك بقول حكايات ما قلتش عمري ماضي وفات وحتى فأصعب الأوقات بقول ايام ما وحشاني الله عليك انت المقاومات عندك يعني هادية بس اكيد طبعا مع الالحان مع الميوزيك اكيد طبعا مع محمد رمضان لان انا المواصل محمد رمضان كنت تلاعت معاه في نصر السعيد وكنت عايزة اقول حتة شعبي يعني بغني شعبي محترم قلت لحضرتك تفضل السعيد ممكن دي تكون طويلة شوية فأنا هاختصر منها عادي انا نسمعك بليه كده حاجة من ابداعيتك يعني تفضل معاك فلوس احلم احلم وعيش ما تخافش ما معاكش لم الدور والدرى وما تحلمش هي ادي الفايدة هي ادي الفايدة علشان بقى ما تتعبش علشان بقى ما نتعبش في زمان ندل معاه كل البشر حباه كل اللي حوالي خدم يتمنوا بس رضاه اما الفائر ماسكين عايش يشيل الطين لا 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 الاولى غربتي في عالم الاندال الندل فيها احتماه والحر فيه انطل الوقت لما عيلي اتجر له كم طبان اللس والبلطجي والشحط والمحتان انا بقولك لو لا غربتي في عالم الاندال الندل فيها احتماه والحر فيه انطل والوقت لما عيلي اتجر له كم طبان اشكرك شكرا جزيلا صعدت بك احمد عبدو اتنورتنا على امل لقاء عزيزي المشاهدين في حلقات مقبلة الى هنا تنتهي فقرتنا فقرت برنامج فكرة البكرة على امل لقاء في الاسابيع المقبلة باذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته